تواصل منصة منتدى شباب العالم مناقشتها حيث عقدت جلسة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحماية الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وذلك على هامش فعليات مؤتمر المناخ وخلال الجلسة تمت مناقشة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها البيئي والاقتصادية حيث تمت الإشارة إلى أن شراكات ستكون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقية باريس للمناخ